التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السابقة بتوقيت جرينيتش مجزو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الامريكي جو بايدن وصرح المتحدث باسم الرئاسة أن الاتصال تضمن تأكيد الرئيسين لقوة الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة والحرص على مواصلة تطويرها في كافة المجالات وفيما يتصل بالأوضاع في المنطقة حارس الرئيس الامريكي على توجيه الشكر للرئيس السيسي على الدور المصري في الوساطة المشتركة التي أدت إلى التوصل للهدنة الإنسانية بقطاع غزة مثمنا الجهود المصرية في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين ومؤكدا رفض الولايات المتحدة القاطع للتهجير القصري للفلسطينيين من غزة إلى الأراضي المصرية وأكد الرئيس السيسي أن الجهود المصرية تأتي في إطار حرص مصر على حقن الدماء وتحقيق الاستقرار في المنطقة مشددا على ضرورة العمل على البناء على الهدنة الإنسانية الحالية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وإدخال الكميات المطلوبة من المساعدات الإغاثية والوقود لجميع مناطق القطاع كما أكد الرئيسان أهمية العمل في اتجاه الحل السياسي للقضية الفلسطينية استنادا إلى حل الدولتين هذا وقد اتفق الرئيسان في ختام الاتصال على استمرار التنصيق والتشاور بين الجانبين لتحقيق الاستفادة من الهدنة الحالية بما يدعم الأمن والاستقرار في المنطقة عقد وزير الخارجية سامح شكري والوفد الوزاري العربي الإسلامي اجتماعا مع رئيس الفرنسي مانويل مخان في رابع محطات الجولة التي يقوم بها الوفد للدفع تجاه وقف التصعيد في قطاع غزة حيث أكد الوفد على الدور الفرنسي الهام الداعم تاريخيا للقضية الفلسطينية وخلال زيارتهم لبريطانيا ولقائهم وزير الخارجية ديفيد كاميرون أكد الوفد على حتمية تنفيذ قراري مجلس الأمن والجمعية العامة حول غزة وتحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار وضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل كامل ومستدام جددت طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفها العنيف على مناطق واسعة بقطاع غزة وأفادت مصادر بالقطاع بأن طيران الاحتلال قصف منزلا في جباليا شمال القطاع مما أدى لاستشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين دون تمكن عربات الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم وأضافت المصادر أن طائرات الاحتلال استهدفت طواقم الدفاع المدني خلال وصولها إلى مشروع بيت لهي السكني في محاولة منهم لمساعدة المواطنين بعد تعرض منازلهم لقصف مدفعية الاحتلال الإسرائيلي استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخر برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات في مخيم بلاطا شرق نابلس كما أصيب عدد من الفلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين وسط إطلاق نار كثيف وفي مدينة الخليل اعتقلت قوات الاحتلال عددا من الفلسطينيين خلال مدهمتها عدة منازل أكدت مصادر أمنية لبنانية مقتل ناجل النائب محمد رعد رئيس الكتلة النيابية لحزب الله بغارة إسرائيلية جنوب لبنان وأفادت مصادر أمنية بمقتل أربعة آخرين من الحزب في تلك الغارة وكان جيش الاحتلال قد قال إن طائرات مقاتلة من سلاح الجو قامت بمهاجمة البنى التحتية لحزب الله في الأراضي اللبنانية وعلى خلية حاولت إطلاق سواريخ على إسرائيل نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بجامعة بورسايد ثاني مؤتمراتها بالجامعات المصرية يأتي ذلك في ضوء اهتمام التنسيقية بتنمية الوعي السياسي للشباب كأحد مستهدفاتها لرفع الوعي الطلابي وحث الشباب الجامعي على المشاركة في كافة الاستحقاقات الدستورية والانتخابية كما التقى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على مدار أيام متتالية بأحزاب الريادة ومصر بلدي والأحرار الدستوريين ضمن اللقاءات التي تعقدها التنسيقية للاستماعي لتطلعات الهيئات والنقابات والأحزاب حول برنامج عمل الرئيس القادم وترجمة وصياغة هذه التطلعات في برنامج انتخابي تستهدف طرحه بين يدي مرشحي الانتخابات الرئاسية